دقيقة هذا الأسبوع الماضي كان فيه أكثر من ملف ساخن ولكن الذي غلب على هذه الملفات هي المبادرات التي طرحت مثلا من السيد الدكتور إياد علاوي وأيضا من السيد عمار الحكيم في موضوعات إيجاد حل للأزمة الآن الموجودة السؤال الذي يطرح بداية قبل ما ندخل في تفاصيل أي مبادرة من المبادرات التي طرحت هل الديمقراطية في أي دولة ديمقراطية تحترم الانتخابات وتحترم نفسها وتفرض احترامها على الآخرين تحتاج إلى مبادرات بعد الانتخابات لحل الأزمات فيما بينها ما معنى أن نذهب إلى حوار وطني من أجل الترضية يعني شنو بوس رأس عمك ورأس خالك شون ما قاعد في تهم وشنو ما معنى أنه إحنا علينا أن نرضي الأطراف ما نريد نقول الخاسرة حتى ما نجرح مشاعرهم نقول الأطراف المعترضة على النتائج نرضيهم بكم مقعد نجيب لهم فتعشرة كذا ونذهب نتسوق الحر ونجيب لهم لأشياء المقاعدة مين تجي غير هي المقاعد المقاعد هي تصويت شعب شون أنت تجيبها الآن بدأ السيناريو جديد السيناريو جديد بدأ أنه والله أكو محطات اللغة وأكو محطة ماذا راجعناها وعلى هالأثر اللغة فلان وصعد علان وطبعا يبدو هكذا من خلال النتائج الأولية لعملية التصحيح للانتخابات اللي بين قوسيا اللي ترضيت الزعلانين وقعوا وين وقعوا؟ وقعوا على جليل الذنوب على اللي ما عنده ظهر اللي ما عنده مليشيات اللي ما عنده سلاح منه وقعوا على المستقلين إن شاء المقعد من البصرة أولة البارحة إن شاء المقعد من بابل من المستقلين طبعا ويبدو أن المستقلين ربما سيكونون كبش الفداء للترضية ما بين الأطراف الكبيرة التي تمتلك القوة والسلطة والمال والإعلام وكل شيء والسلاح فهذا الموضوع الآن هو الآن لعساحة يعني نحن نخشى أنه أن يذهب المستقلون بين الرجلين بهذا الموضوع وهذه مشكلة كلش كبيرة من اللي يستطيع أن يقفها؟ يعني شي سيكون المستقلين إذا أخذوا من عند المقعد أكو أكثر من يروح يقعد بساعة التحرير يصيح يقول أريد وطن ماكو غيره لا عنده ميليشيات ولا عنده ناس يذبح الهذبائح يجيب ويوقف باب الخضراء ما عنده هاي الأمور كلها موجودة عنده الملف آخر في هذا الموضوع الذي يدخل أيضا بقوة على قضية الانتخابات أيضا مبادرة السيد الحكيم كل مبادرة السيد الحكيم نحترم فيها نقطة واحدة جدا يحترمها جميع الذي يتفق معه والذي يعارضه وهو أن الدم العراقي خط أحمر هاي مسألة كلش مهمة أنا أتمنى على الكتل السياسية وعلى قادة الكتل أن تحترم هاي الكلمة بس الذي يكتب شيء والذي يطبق شيء آخر حقيقة وموضوعة الحوار وموضوعة كذا هاي الأمور ما أعرف يعني الحوار على شنه ما قاعد أفتهم هي مشابهة لقضية الدكتور إياد علاوي حوار على شنه واحد فايز الثاني ما أحصل هذول يروحون يسوي الحكومة هذول يروحون معارضة سياسية انتهت خلصت المسألة وهاي انتهت رفعت الأقلام وجفت الصحف بعد علي من هل مسألة هاي هل لفه الدوران هذا وأيضا القضية الأخيرة في هذا الموضوع كله حتى نخرج من هذه المقدمة هي دور الأمم المتحدة أنا ما أعرف يعني ممثلة الأمم المتحدة هي دازيها للعراق يعني شنه إذا اثنين يتعاركونوا الطب واتفاكك لو تكتب تقارير عن الوفع السياسي والديمقراطي في العراق وهي هذا شغلها السياسية تروح تقعدوا يا ناس هم يصفوها بأنها يعني أوصاف ما رد نتكلمها بعدين نحن نلبسها نطعنا حاجين عليها هم يصفوها أوصاف غير لائقة تروح تقعدوا ياهم وتقعدوا ياهم تريد ترضيهم والآن هسا وصلني عاجل قبل قليل أنه هي موعدتهم بأن ترفع تقرير للأمم المتحدة تعترض فيها على النتائج الانتخابات زيان أنت تقريرك قبل اسبوع قبل اسبوع يوم الأربعاء الفات الفات أنت رفحتي لها مجلس الأمن ومجلس الأمن وافق عليها ورحب بالتقرير وأشدت بإجراءات المفوضية هسا رحت ترفعين تقرير آخر يعني شو تكتبين بي والله يعني ما كنت أنا بوعي شنو ما أدري حقيقة هذه الأمور يعني تحتاج إلى تدقيق أكثر وما أريد أطول بالكلام